احنا في الأول الشخصية أصلاً بتتكون في النقطة دي في الغالب قبل سنة خمس سنين حيث احنا نعمل وقايا في السنة ده وناخد بنا جداً من أطفالنا ونفاهمهم ونديهم حب غير مشروط ونتعامل معهم بحنية ونحسسهم بنفسهم فيه كده يعني قواعد كده بنعملها عشان نضمن الطفل ده اللي هيتولد هيتولد هو عنده مناعة نفسية كويسة يعرف لو الظروف كانت صعبة يعرف يتصرف يعرف يحس بنفسه وما يكسرش لأن الكسرة دي لها أسباب نفسية عندنا في هذا الوقت طب نبتدي من استغيرين دلوقتي أزاي أعمل مع الطفل أو أعمل معه إيه عشان يبقى عنده مورودة نفسية لذي ده لسه مشافش حاجة في الحياة فأعمل معه إيه عشان يبقى عنده الصفة دي طيب نبدأ بالأول نوع فيه حاجة أسمع للمحبة غير مشروطة وديه حاجة مزحية جداً لنسبة لنا يعني انت كده كده مهما انت عملت انت محبوب لكن فكرة انت هتتحب بس لو انت عملت حاجة كويسة ولو انت ما عملتش حاجة كويسة انت بابا يصعب بيحبك الفكرة ده بيقزي الأطفال على المدى الطويل بس ده مالوش علاقة بأنه لو غيرت هيبقى في حساب أو عقاب ده مش ضد ده لا خالص أنا كده كده ما حبتي ليك سابتة على طول موجودة بس ده منعش انت فوق الحساب احنا هتحاسب بس انا كده كده بحبك بس وانش هنفع تستغلني انا كأب أو والد وتمشي كلامك علي في النقطة دي احنا في قواعد احنا في البيت واضحينك في النقطة دي وكده كده انت عارف انا بحبك واضحة واضحة من الصياق بعد كده يبقى بحبك بس ما تستغلش حبي ده بيدي له مورونة عن الحب اللي هياخده غير مشروط يدي له مورونة نفسي الفكرة يعني دي ناس أصلا بيبع عندها عدم مورونة حتة انهم هم في سنه صغيرين جالوا بحاجة اسمها اللي هو انفصل عن أولادهم أو والديهم بشكل مش صح يعني مثلا ودي أبحث كتير كده في حتة دي يعني انه في أطفال أهلهم سابوهم بشكل أخر أو بيتعاملوا معهم بجفاء شوية أو كان بيشيليهم المشاكل بتاعات البيت عليهم هما الأطفال وصغيرين هما كانت شيرهم زم في حاجة زي كده فعلى طول حاسين بالقلق حاسين بالخوف وحاسين الناس اللي معاهم هيسيبوهم في اللاحظة على طول فعلى طول ما قاعدين مقلقين وخايفين كده هوات فاحنا دورنا في المروض النفسي احنا بنرجع الشوار ده انت كده كده بحبوب كده كده حتى لو عامدتش حاجة فضيعة الناس هتبطل تحبك مش هزم تعمل المجهود كبير اوه عشان تتحب دي فكرة بيخليه يبقى عنده اطمئنان فما يلجأش الحاجات فيها عنف بيداري وراها الأحاسيس بتاعته صح جدا وعلى فكرة سرت الحاسيس نتعلم نحترم مشاعرنا مش عشان انا عندي مشاعر مثلا قوية شوية مشاعر خوف او قلق او حزن انكر جدا مشاعر دي وكاني مش عندي المشاعر دي ومثل قدام الناس ان انا ما عندش مشاعر خالص ربنا متين مشاعر دي عشان كل مشاعر مقدسة كل مشاعر مش حاجة اسمها مشاعر حلوة ومشاعر وحشة لا سوين يا دكتور ما مسلش قدام الناس ان انا قوي واحد فيه ناس هي اللي بتتري او بتتنمر على مشاعرك كبير او صغير للاطفال مثلا اللي هي ما تعيطش عشان الراجل ما بيعيطش ما تجمد كده وتخليك قوي وانشف وببتدي اقوله حاجات ما تعدي بقى وايه الخيابة اللي انت فيها وبتدي اقوله الكلام ده فانا كده مش بحترم مشاعر في الكبير بقى انا مش عايز شماتة الناس فيها مش عايز اقع ما عنديش وقت ان انا اقع الحيبش هتستناني فبلبس ماسك ان انا قوي هل حدك انت رفضا ده حساسة صح؟ اللي هو ايه انه حد مثلا انت جديرة يتنمر او يشمت حدك رفضت ده طبعا هل رفضك هيمنى حدوث ده لو انا بينت ان انا قوية وقدرت مش هيسميها تمثيل لو قدرت التمثيل مش غرض وغير ان انا اظهر ان انا قوي فلو ده حصل وقدرت ان انا اعمل كده خلاص يبقى مش هيعملوا اللي هم هيعملوا يعني نتمنى ده بس مش كل مرة مش كل حاجة انه يقدر اتحكم فيها صح اسباب الامبرود نفسية المهمة عداري في نفسي انا مش متحكم في كل حاجة يعني ده انا وهم كده جوانا كلنا ان كل حاجة تحت تتحكمي الناس بتتنمر عليه عشان انا عشان انا كنت اكون اقوى افوض اعمل اكتر بلوم نفسي بلوم نفسي انا وبتحكم في حاجة انا مش متحكم فيها كاني بتحكم مثلا في الجو هلا مثلا عشان مش بحب الحر هقدر اخليه بارد ده قال في ايدك اصلا عمره كان في ايدك هل حد يضي حكم في الحروب او تحكم في الامراض او حاجة زي كده كل الحاجات دي برق دينا ونشكر ربنا برق دينا